يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون وثلاثة وأربعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم ثمانمائة وتسعة وتسعين ألف شخص ترجمة نانسي قنقر